وفيه بقى نمط تاني لطيف اسمه الاثوريتيتف بارنتينج ستايل النمط الحازم في التربية في الاتنين على عهدة سالي عبدالسلام كلامي اللي هيمشي بس في الاولاني كلامي هيمشي يا كلب من غير ما تسأل لي ولا تتطور هيمشي عشان مامي ما تستهلش حاجة وحش وفي التالي كلامي هيمشي عشان انا تعيبت في تربيتك وعشان انا حرام عليك وانا واقفة طول اليوم ومرة عشان انا خايفة عليك ومرة عشان هقول ايه الباباكو وقتخالي الام في عز ما هي بتقرس وبتعمل حاجات دي اللي انا وانتي بنحكي عنا بتقدم المبررات انا مامي كنتوني كده فعل وبتطبطب والدلع هي تكلموا علي الناس كنتوني تتكلم علي وقولوا انهم ما عايفتش يا ربي حرام عليك يا شيخ فتاك تسعب عليك بالزبط تسعب عليك انه حرام وان غصبتك النهاردة هتسعب بكرة تاخدك في حضنها وانتي نزلة من غير ما تقولي ايه حاجة خالص دي حقيقا مش هنتكل بس كان عندنا جدتنا وانتي فهم ان مامي بتصالح بس مامي بتصالح من ايه من فوق لا ما كان عندنا جدتنا كان بتقعد تظهر لها وتهددها نولا ومديت ايدك على الناس واري كان عام فيك ايه هنا بقى في القصة جدة مرعبة يعني انا بقى مضروبة قدامك ومكسورة عليك كرسي وتقولي للدكتور ان انا وقعت من عالسلم يا مفترية التعامل مع البنت على ان هي في بعض المجتمعات فضيحة هي البنت بتتولد فانا اسفني بقول هذا الكلام ولكن تاني طبعا لازم نسطرها انت بتسطر هي فضيحة طبعا هسطرها وبمجرد ما تسطرت بقت الفضيحة مضروبة في ثلاثة لو رجعت فانا دايما بقول للناس بالبلدي كده لما تيجي تصون لحمك تصونه بانه موجود في مكان متصام فيه مش في انه متداري جوار بحيطان ومتهان جواهم وانا عيب كده بنت ما مشيتش بمزاجها طبعا ممكن تفضح كوبعدها لقدر الله لكن لما تصونها وفي مجتمع وقدرة تعمل ده وتتعامل مع ده وتتعامل مع ده وتتعامل وقفة راجل ده ده دي التربية ده 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 انت صنتها ومش هنتسئل يعني لو تاخد بالك انا وانتي بعواطفنا كده وبمنطقنا من غير ما نرتب من ساعة ما بدلها نتكلم بنتكلم عن ايه الاهل ما تكلمناش عن جزه هده خالص لسه نعم وده بيمشي على خطة اللي انا تربيت عليه بزرق هو لما يلاقيني وقفة وليه رأي وابوي بيسمع رأي ومامتي بتسمع رأي وليه رأي في البيت هتفكر الف مرة يوم ما تيجي تقولي انت انا جايبك هنا تخدمي اهلي انت حتت واحدة بتخدمي اهلي وتكلي بلوق انا يكل بلوق ميتي انتو زي بتعمل في ايه كان قدامها اي اختيارات كنت عرف اخطار بس هي تعمل ايه ولو كتير بتكتها تروح فين مش لاقي يا موابحة لا انا ولا انت نقدر نقول تروح فين ولا نقدر نزعم وننظر عليها من وحنا قاعدين هنا طبعا يعني انا مش هقع في الغلطة دي ولكن من نفس هذا المنطلق اتمنى ان احنا ما نخرجش شخصية تعمل كده تاني مع بناتها وهي هناء نفسها هي خلفت ليه مش يعني ده الطبيعي يعني ده الواحدة اللي حب جزها قوي بيخلفهم مثلا واحد او اتنين في زمن زي ده ماكسمم لانه خلص عشان تربيه تربيه كويس ده انا مش حباك ولا طيقاك وبتضربني وخرجتني مرتين يا اخي في 11 سنة جويس اخلف منك تلاتة ازاي يعني يا الستات متلقاش عارفة ولا ده بيبقى ايه ارد عليكي الرد اللي هناء هتقوله دلوقتي بيبتتفرج علينا ايه ده عندكم انت ملمعين يا بتوعي التلفزيون طب وانت اتضحك عليكي؟ لا انت مش زينا مش ستات زينا وعرفة موعيد بص هي ميل ستونز هي البنت بتتولد اهلها في هذا المجتمع يعني او في هذا الفكر مش هقوله المجتمع لان برضو المجتمع البسيط ده في حاجات كتير حلوة اوي وفي امثلة كتير اوي مختلفة عنها طبعا ولكن في هذا المثال تحديدا البنت بتتولد احنا بنستحمل اكلها وشربها لحد ما تم سن معين اقرب سن تبلغ فيه فنقدر نديها الراجل تاني يشيل الشيلة دي والرجل ده هيجري بسرعة يخلف منها يا بنات يفضل كده يأكلهم اقلق قليل ويعلمهم اقلق قليل لغاية ما يجي راجل ياخدهم يا ولاد اول ما يصلوا بطوله يشغلوا عشان يبدأ يصرف عليه وعلى الحشيش اللي بيشربه عشان يفتح بيت وينزل يصحر مع اصحابه ببساطة شديدة الطفل مصدر دخل محتمل للبيت فبيفرحوا بالواد البنت في ضيحة محتملة ان شاء الله انت سترها في اقرب فرصة